كان بيقول ما تستعجبش ما تستغربش فيه ناس بتتعب ولا تكسبش وناس بتكسب ولا تتعبش تخيلوا احنا وصلنا من بلد العظماء في الغناء ومكلسوم عبد الحليم فاليد الأطرش عمر أديب بيسأل شاكوش بيقوله انت بتكسب كام من أغنية بنت الجيران بيقوله ولا حاجة قاله بكسب مئة ألف دولار دربت المئة ألف في تمنتاشر طلع لمليون وتمنمية في السنة وأستاذ عمر يقوله ايه ده ده كاي كلام قبل ما واحد فلوت يطلع يقولك ايه الأستاذ علينا يعني وانت زعلان ليه أنا مش زعلان أنا مستغرب فافتكرت المونولوج بقى بتاعة ما تستعجبش ما تستغربش فيه ناس بتتعب ولا تكسبش فيه ناس بتكسب ولا تتعبش ده اللي حاصل حاليا اللي بيحصل دلوقتي ولا عاملين اعتبار للغلابة ولا بيعملوا اعتبار للناس اللي تنزل تشتغل من الصبح البلل مهدودة عشان تاخد مرتب 2000 ولا 3000 جنيه ومش عاوزين الناس تكتائب يا اخي حرام عليكم